اشتركوا في القناة واستعرضت سموها بإجاز منجزات مملكة البحرين على صعيد دعم تقدم المرأة في كافة المجالات في ظل العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وخلال اللقاء تم تقديم عرض يستعرض مسيرة المرأة البحرينية تاريخيا وصولا إلى إنشاء المجلس الأعلى للمرأة كمؤسسة رسمية معنية بشؤون المرأة في البلاد عام 2001 مع استعرض أبرز ما تحقق على صعيد الاستقرار الأسري ودعم واستقرار الأسرة البحرينية واستكمال المنظومة التشريعية الخاصة بالمرأة في البحرين إضافة إلى إنشاء مكتب التوفيق الأسري ومحاكم خاصة بالأسرة كما تم استعرض النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية والجهود المبدولة في هذا الصدد لضمان تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص متضمنا عددا من الأرقام والإحصائيات التي عززت تواجد المرأة البحرينية في شتى المجالات من جانبها أشادت السيدة واردينو يانس بما تحققه المرأة البحرينية من إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة منوهة بدور المجلس الأعلى للمرأة في قيادة الجهود الوطنية الرامية إلى تفعيل طاقات المرأة وتعزيز دورها في المجتمع يشار إلى أن السيدة واردينو يانس هي سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة ورائدة في مجالات العمل الخيري في اليونان وترأى الصناديق ومؤسسات عدة لرعاية الأطفال والأسرة ومرضى السرطان